اسمي جين بيار بوتي أنا عالم فيزاء فلكي ومدير سابق للأبحاث وقد مارست حياة العملية كلها في المركز الفرنسي للبحث العلمي أنا أدير مجموعة صغيرة من الباحثين فيزيائيين ورياضيين ونحن نحاول أن نطور نموذجا فلكيا جديدا أطلقنا عليه اسم جانيوس يهدف هذا الفيديو ومدته 90 دقيقة إلى تقديم أساسيات النموذج والتطورات العديدة التي سلط عليها الضوء في فيديو واحد نحاول من خلاله تقديم إجابة شافية للأزمة التي تمر بها الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات منذ عقود خصصات مثقلة بالفراضيات كالتدخم والمادة المظلمة والطاقة المظلمة وحيث أصبح العلم الآن يختصر فقط في كلمات شرقية لا نسمع فيها سوى كلمات مثل يمكن، ستكون، وستفسر، إلى ما ذلك يتكون هذا الفيديو من مجموعة ضمئات الجمل المرقمة التي تشكل ملفا نصيا باللغتين الفرنسية والإنجليزية يمكن تنزيله من الرابط أدنى ونهدف من خلال ذلك إلى تسهيل عمل المترجمين في ملف صوتي واحد وإنشاء نسخة مدبلجة من هذا الفيديو سنبدأ بالحديث عن أزمة الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات لقد كان بإمكاننا منذ سنوات الستينيات في رسم منحنايات دوران الغاز في المجرات عمليا تسير عناصر الغاز هذه في مسارات دائرية في المجال المغناطيسي للمجرة وهو حال النجوم أيضا كشمسنا ليكن منحنا دوران مجرتنا درب التبانة مثلنا هنا النقطة التي تمثل سرعة المسار الدائري للشمس بـ 220 كم في الثانية وفي المنحنى أسفله السرعة الزاوية بحيث تكون قوة الطرد المركزي متوازنة مع مجال الجاذبية التي يتم حسابها على أساس الكتلة الموجودة في المجرة هذه الأخيرة تستنتج من الملاحظات البصرية على مستوى الشمس نلاحظ فائدا في السرعة قدره 60 كم في الثانية إذن سيكون على الشمس أن تغادر المجرة تحت تأثير قوة الطرد المركزي في الواقع ستنهار المجرة على الفور استنادا إلى هذه الملاحظة استنتج علماء الفيزياء الفلكية أن في المجرات مادة مجهولة لم ترصد بعد بصري سميت بالمادة المظلمة تتجمع المجرات في مجموعات كروية وقد تكون بعضها من عدة آلاف من العناصر لا يمكن للمجرات أن تهرب وتبتعد إلا وفقط إذا تجاوزت سرعتها سرعة التحرر والتي تتناسب مع الجذر التربيعي لكتلة المجموعة نجد هنا أيضا أن المجرات تسير أسرع من تلك القيمة وهكذا استنتج علماء الفيزياء الفلكية أن كتلة مهمة من المادة السوداء تحول دون هروب المجرات من المجموعات أي من مجموعات المجرات في المجموع وقبل سنة 1990 كانت المادة السوداء تمثل على صعيد الكون كلها النسبة المبينة على الصورة لقد حاولنا تحديد ما هي هذه المادة السوداء ولكنها ظلت عصية على الملاحظة ابتداء من عام 1990 أجريت قياسات لسرعة انحصار المجرات الواقعة على مسافات بعيدة جدا أظهرت أن التوسع الكوني يتسارع بدلا من كونه يتبطأ هذا ما جعل جائزة نوبل عام 2011 من نصيب برنويتر شميت وريس تم تفسير هذه الظاهرة بوجود طاقة مظلمة غامضة سالبة ونافرة وأصبحت النسب المئوية لهذه المكونات المختلفة كالتالي تقلص الجزء المرئي الذي يمثل المادة المرئية إلى 4% منذ 2011 دمج الفيزيائيون الفلكيون هذه المعطيات الجديدة واقترحوا نموذج لامضة للمادة المظلمة الباردة أو لامضة CDM CDM تعني المادة المظلمة الباردة أي مادة مظلمة معدلات التحريض الحراري لمكوناتها منخفض مقارنة بسرعة الضوء لامضة ترمز للثابت الكوني والذي قرروا إدخاله في معادلة أينشتاين مصطلح يرمز لقوة طاردة مجهولة للفراغ بالمقابل وكما أشار إلى ذلك ستيفن وينبرغ الحائز على جائزة نوبل عن كتابه الدقائق الثلاث الأولى فإن كل ما قيل وكتب عن تاريخ الكون قبل هذا الجزء الأول من الثانية يبقى مجرد تكهنات خالصة ولا يستند على أي حقائق ملاحظة لنقيم الوضع ماذا يمكن أن نستنتج عن ماضي الكون من خلال الملاحظة فكرة أخرى اقترحها مردخي ميلجروم وهي تفترض تغيرا في قانون نيوتن ابتداء من مسافة معينة منتقلا من واحد على R إلى واحد على مربع R وهو ما منحنا منحنا منحنايات سرعة مدارية دائرية مسطحة في محيط المجرات وهذا يتوافق مع الملاحظة لكن هذا القانون حتى وإن لم يستند على أي دعامة نظرية يجب أن ينطبق على حالات أخرى اتضحى أنه يجب تعديله مرة أخرى حتى يوافق مسألة مجموعات المجرات وهذا يعني أنه لا يتغير فقط حسب المسافة ولكن حسب الكتلة المعتبرة أيضا عاد بعض النظريين إلى فكرة قديمة تتصور الكون مليئا بالكتل الموجبة والكتل السالبة تم تصور ذلك منذ عام 1957 من قبل عالم الكونيات هيرمان بوندي أدى هذا النهج بعد ذلك إلى مفارقة الذهاب بعيدا بالإنجليزية Runway Paradox وسنشرح بالتفصيل أصل هذه المفارقة نحن نوافق بوندي ونعتبر الكون محكوما بالمعادلة التي قدمها إنشتاين عام 1915 أي منذ أكثر من قرن هذه المعادلة تعني بأن تحديد الهندسة المحلية للكون تتم من خلال محتواه المادي وتستند أيضا إلى فكرة أن جسيمات الاختبار تتبع جيوديسيا للسطح الفائق زمان مكان أو زمكان المسؤول عن إنشاء مجال جاذبية هو العنصر الثاني في هذه المعادلة إذا اعتبرنا أن كتلة موجبة موجودة في قرة ما في منطقة ما تنشئ مجال جاذبية حولها إذن ستجبر هذه الكتلة كل جسيم يتحرك في هذا المجال أن يتبع تلك الجيوديسيا بتأثير ظاهرة الجذب وذلك لأي جسيم شاهد سواء كانت كتلته موجبة أو سالبة ويمكن تلخيص ذلك بعبارة واحدة تجذب الكتل الموجبة كل شيء في محيطها بالمقابل دعونا نفكر في مجال جاذبية ناتج عن كرة ممتلئة بالكتل السالبة ستنتج معادلة أنشتاين مسارات تشير إلى نفور ستتبعه الجسيمات سواء كان لها كتل موجبة أو سالبة ويمكن تلخيص ذلك في الجملة التالية تطرد الكتل السالبة كل شيء حولها ستدفع الكتلة السالبة على وجه الخصوص كتلة اختبار سالبة أخرى ستظهر المفارقة عندما نفاعل بين كتلة موجبة وأخرى سالبة ستندفع الكتلة السالبة نحو الكتلة الموجبة التي تجذبها إليها لكن قوة الترد التي تطبقها على الكتلة الموجبة ستدفعها للهرب منها سنحصل إذن على الصورة التالية إذا كانت الكتلتان متساويتان ومتعاكستان فستتسارعان في نفس الاتجاه مع الحفاظ على مسافة ثابتة بينهما من الواضح أن هذا التفاعل بين الجزيئات دوات الشحن المعاكسة يناقض مبلأ رد الفعل إذا كانت هذه الكتلة متساوية ومتعاكسة فستتعرض لزيادة في السرعة بتسارع مستمر بينما ستظل طاقة النظام ثابتة في الواقع إذا كانت الطاقة الحركية للجسيمات الموجبة موجبة فستكون الطاقة المكتسبة من الكتلة السالبة سالبة سنصطدم إذا بالمفارقة الثانية ستجد الجسيمات أن سرعاتها تزداد دون أي إنداد من الطاقة نسمي هذه الظاهرة الذهاب بعيدا أو Runway باللغة الإنجليزية يطرح إذا السؤال التالي هل سنقبل بإدخال هذه الظاهرة في الفيزياء الجديدة؟ لقد قام البعض بذلك كالفرنسي جابريال شارنا تخيل هذا الأخير أن هذه الكتلة السالبة يمكن أن تكون مكونة من المادة البدائية وهو اقتراح لا يستند على أي برهان نظري معية فيزيائي آخر وهو أورليام بنواليفي استأنفى فكرة مطورة في سنوات الثلاثينيات من طرف ديراك وميلان والتي تعتبر أن كتافة هادان المكونان متساوية ومتعاكسة وهو ما يعطينا في المجمل كتافة منعدمة أي مجالا مغناطيسيا منعدما وهذا يعطينا توسعا بسرعة ثابتة دون تسارع أو تباطئ مما يتناقض مع البيانات الملاحظة لعام 2011 تجرى حاليا أبحاث في السارن تهدف لمحاولة معرفة كيف يتفاعل مضاد المادة في مجال جاذبية الأرض ينتج مضاد المادة هذا في مسرع الجسيمات العملاق سرن يتمنى شاغدان أن يسقط مضاد المادة هذا ولكن نحو الأعلى كحال سابقيه شاغدان وبنواليفي قبل الإنجليزي جامي فارنيس ظاهرة الهروب بعيدا رانوي في النموذج الفلكي إنه يرى في هذا التسارع الغير المحدود مصدر وجود الأشعة الكونية مستثمرا كون الكتل السالبة تتنافر فيما بينها وتبعد المادة أيضا فهو يرى أن في ذلك تجسيدا لصورة المجرات المحصورة في بيئة من الكتل السالبة وهو ما يغير منحنايات دوارانها في الواقع يوازي أي فراغ في الكتل السالبة من ناحية المجال الجاذبي تركيزا للمادة الموجبة وهكذا تلعب الفجوة في توزيع الكتل السالبة نفس دور تركيز المادة المظلمة وتوصل فارنس إلى الشكل المسطح للمنحنايات الدائرية عن بوك بينما بقي مبدأ الفعل ورد الفعل دون حل في هادان النموذجان نموذج شاردان وبنواليفي ونموذج فارنس وذلك عندما نعتبر تفاعلا لكتلتين دوات إشارتين متقابلتين إذا احتفظنا بنموذج أنشتاين المطروح منذ قرن المضى فمن المستحيل تفادي هذه المفارقة والتي تستند على معادلته التي توافق تصميما وتصورا معينا لهندسة الكون فهل من الممكن تصور نموذج يحترم مبدأ الفعل ورد الفعل؟ سيكون من الضروري أن تتفاعل الجسيمات بشكل مختلف تبعا لإشارتها عند وضعها في مجال جاذبي معين منشئ من خلال توزيع معين للكتلة الموجبة أو السالبة لنعود إلى معادلة أنشتاين يوجد مصدر المزال الجاذبي في جزئها الثاني يمكن قراءة رد فعل الجسيم الشاهد في حل المعادلة في شكل دالة مترية نحسب من خلالها المصارات وهو ما بيناه في الصور أعلى من أجل أن تتفاعل هذه الجسيمات بشكل مختلف يجب أن يعطي مجال الجاذبية في الجزء الأول من المعادلة حلين في شكل دالتين متريتين والتي ستنشئ عنهما نوعين من الملحنيات المصارات مختلفين سيكون هذا ممكنا إذا اعتبرنا نظاما من معادلتين مخترنين للمجال بدل معادلة واحدة وقد تبنى ذلك تيبوت داموغ وهو عضو في أكاديمية العلوم في باريس وأستاذ في معهد الدراسات العليا للعلوم الذي أنشأ هذا النظام المكون من معادلتين مخترنتين للمجال لقد اعتبر التفاعل العام بين عنصرين وصفهما باليمين واليسار ففي نموذجه من المفترض أن يتفاعل هذا للعنصران من خلال طيف غرافيتون ذي كتلة ولكن وبصرف النظر عن طرح المشكلة من زاوية رياضية بحته لم ينجم عن هذه التجربة للأسف أي نتائج ملموسة كانت تجربة 2008 للألمانية سابين هوسفولدر في معهد العلوم المتقدمة في فرانكفورتس أكثر اكتمالا وتؤدي بنا إلى قوانين التفاعل انظر إلى الرسم وكما نرى الكتلة الموجبة ممثلة بالحرف جي والكتلة السالبة ممثلة بالحرف أش لقد احترم مبدأ الفعل ورد الفعل ونستطيع أن نعتبر بأن التفاعل بين كتل دوات شحن متقابلة يوافق مضادا للجاذبية ولكن وبصرف النظر عن هذه النتيجة فهي لم تقدم نموذجا حقيقيا أو ظاهرة يمكنها من خلالها اختبار صحة فرضياتها في عام 2014 اقترح جينفيا بوتي وجيل أغوستيني مقالا نشر في مجلة الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء نظاما من المعادلات شبيها جدا بمعادلاتها ولكنه يفترض عدم تماثل كلي بين الكيانين كما أنه يمنح معنا تصوريا لهذا الحضور الجسيمي للكتلة السالبة وبالتالي الطاقة السالبة في نموذجهما الكوني يستند نموذجهما على نقطتين انطلاق أولاهما هو عمل الروسي أندري شاخاروف المنشور عام 1967 نحن نعلم بأن عدم ملاحظة المادة المضادة الأولية يشكل أحد المفارقات الكبرى في علم الكونيات في حل هذه المفارقة يتصور ساخاروف أن الكون مكون من شقين متصلين هندسيا من خلال تفرد الانفجار الكبير هذان الزمكانين مرتبطان بتفرد أولي ولكل منهما تاريخه الخاص وهذا يعني وجود خليط من الكواركات ومضادات الكواركات التي تتحد لإعطاء باريونات وأضاد الباريونات الباريونات هي بروتونات ونوترونات أما مضادات الباريونات هي مضادات بروتونات ومضادات نوترونات نشير أنه وفقا للنموذج الأساسي تتكون هذه الباريونات من ثلاثة كواركات وكلها ذات طاقة إيجابية بالمقابل تتكون مدادات البروتونات ومدادات النوترونات من ثلاث مدادات كواركات ذات طاقة إيجابية أيضا يوجد في بداية كلا شقي الكون خالط من الكواركات ومداد الكواركات إذن فيما يعتبره سخاروف كونين أو أمين فستحدث في هذا المزيج من الكواركات ومدادات الكواركات تركيبات مكثفة للمادة والمادة المدادة وبوتيرة مرتفعة طالما أن درجة الحرارة في هذه الوسائط كافية لحدوث هذه التركيبات أي طالما كان للكواركات ومدادات الكواركات طاقة كافية لتنتج عن طريق الدمج جزيئات ذات كتلة أم باريونات وأضاد الباريونات ذات نفس الكتلة الموجبة وهي بالتالي تمثل طاقة أم سي مربع عندما تنخفض درجة الحرارة تتوقف هذه التركيبات وتفعل آلية أخرى أي إبطال أزواج المادة ومداد المادة والتي تنتج عنها فوتونات وفي اللحظة التي تتوقف فيها هذه التركيبات وعلى افتراض حدوثها بين المادة والمادة المدادة بنفس الإيقاع فستبيد هاتين المجموعاتين بعضهم البعض ولن يتبقى سوى الفوتونات لقد كان كوننا مصرحا لإبادة كبيرة لأزواج المادة ومداد المادة والتي نتج عنها الفوتونات التي تشكل خلفية الإشعاع والتي تبلغ درجة حرارتها حاليا 2.7 درجة كيلون عدد هذه الفوتونات أكبر مليار مرة من جسيمات المادة المتبقية يبني سخاروف فرديته الرئيسية على افتراض أن تركيب المادة من الكواركات كان أسرع بقليل من تركيب المادة المدادة من مدادات الكواركات وهكذا في الوقت الذي تتوقف فيه هذه التركيبات مع انخفاء درجة الحرارة سيتبقى جزء من المنيار من المادة بالإضافة إلى مضادات الكواركات التي لم تنجح في الاندماج لإنتاج المادة المضادة وذلك بنسبة 3 على 1 من وجهة نظر سنادورية بحثه يقترح سخاروف أن هناك شقا ثانيا من الكون حيث الحال معكوس وتركيب المادة المضادة كان أسرع من تركيب المادة سيكون هذا الكون التوأم مكون من المادة المضادة وبقية الكواركات وطبعا الكل مغمور في كتلة الفوتونات المتبقية من الإبادة ثم يفترض سخاروف أن سهام الزمن ستكون معكوسة في هذين الكونين التوأمين سيكتسب بعد ذلك هذا الوضع الفريد معنا بفضل عمل عالم الرياضيات الفرنسي جان ماري سوريو الذي برهن عام 1970 على أن الجسيمات ذات الكتلة والطاقة الموجبة التي تتحرك عكس الزمن هي في الواقع جسيمات تسير في منح ماضي مستقبل لكنها ذات كتلة وطاقة سالبين بعبارة أخرى منعكاس الزمن سوى انقلاب في الطاقة والكتلة يرجع نموذج جانوس المقترح عام 2014 إلى طي نموذج سخاروف كما هو موضح في الشكل التالي من خلال جعل هذين الكيانين يتفاعلا ما السر في اختيار اسم جانوس؟ السبب هو انعكاس الزمن فالإله الروماني جانوس يتوجه نحو المستقبل والماضي لذلك يجسد نموذج جانوس فكرة أندريس خاروف من خلال اقتراح تصور هندسي آخر ببساطة تعود المادة ذات الكتلة السالبة المادة التوأم لأندريس خاروف لقد حددنا طبيعتها وبينا كيف تساهم وتتفاعل مع مجال الجالبية قوانين التفاعل تم وصفها أعلى إذن لكون جانوس محتويين يتكون أحدهما من مادة ذات كتلة موجبة والآخر من مضاد المادة ذات كتلة سالبة يضاف إلى ذلك كمية كبيرة من الفوتونات ذات الطاقة الإيجابية الناتجة عند إبادة بين المادة والمادة المضادة ذات الكتلة الموجبة وكذلك الفوتونات ذات الطاقة السالبة الناتجة عند إبادة بين جسيمات المادة والمادة المضادة ذات الكتلة السالبة يوجد عرض تفصيلي لنموذج جانوس في الفيديو الخاص برقم 16 على هذا العنوان وهو باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة الإنجليزية ومدته 17 دقيقة و50 ثانية يجب أن نضيف أيضا مضادات الكوارك دوات الطاقة الموجبة التي لم تتمكن من الاندماج وإنتاج مضاد المادة للطاقة الموجبة والقليل من الكواركات دوات الطاقة السالبة التي لم تتمكن من الاندماج وإنتاج مادة دات الطاقة السالبة حسب تصور سخاروف لا يمكننا ملاحظة هذه المادة المضادة للكون التوأم فهي توجد في مكان آخر والنقطة المشتركة الوحيدة هي تفرض الانفجار الكبير أما في نموذج جانيس فينظر لمسألة عدم رؤية مضاد المادة الأولية بشكل مختلف تعبر الجسيمات أو الجسيمات المضادة ذات الكتلة السالبة عن وجودها عن طريق بث فوطونات ذات طاقة سالبة لا تستطيع أجهزة نارصدها أو التقاطها في المقابل لو وجد مراقبون يتكونون من كتلة سالبة ومجهزون بأدوات من نفس الطبيعة فلن يتمكنوا من التقاط فوطونات الطاقة الإيجابية المنبعثة من مادتنا الخاصة العالم الآخر غير مرئي بصريا في كل من هذين العالمين الموجب أو السالب لا يتفاعل هذا الكيانان إلا بواسطة ضد الجاذبية مع مراعاة مبدأ الفعل لا يقتصرون مودة جانيوس على تفسير عدم رؤية وملاحظة المادة المضادة الأولية فقط وذلك من خلال دعم فكرة سخاروف بل يقدم وصفا كاملا لهذه المكونات غير المرئية التي نطلق عليها خطأا أسماء المادة المظلمة والطاقة المظلمة هذين المسميين هما في الواقع نفس الشيء أي مادة مضادة ذات كتلة سالبة والتي تتكون من مضادات البروتونات ومضادات النوترونات ثم مضادات الإلكترونات ذوات الكتل السالبة إذن هناك مضادين للمادة وليس مضاد واحد فقط مضاد المادة الكوني ذو الكتلة السالبة وهو أولي وغير مرئي وأيضا مضاد المادة ذو الكتلة الموجبة والتي اختفت تماما ولكننا نقوم بإعادة إنشائها في مصرعاتنا القوية ومن هنا جاء التنبؤ التالي من نموذج جانوس سيتصرف مضاد المادة هذا ذو الكتلة الموجبة مثل المادة العادية في مجال جاذبية الأرض وسيسقط نحو الأسفل كان نموذج جانوس موجودا في شكل مسودة منذ عام 1992 واختبر مؤلفه جين بيار بوتي وأغوستيني سلوك مزيج من الكتلة الموجبة والسالبة التي تتبع نمط التفاعل هذا وهو يوافق مبدأ الفعل ورد الفعل ثم حاول معرفة كيف سيتصرف مزيج من هذين الكيانين في ذل كثافات متساوية ومتعاكسة ودرجات حرارة متساوية ومتعاكسة أيضا لأن درجة حرارة الوسط السالب سالبة أيضا لقد لاحظ تطورا لظاهرة عدم استقرار الجاذبية المشتركة أدى إلى حدوث ترشيح وميلان الكتلتان إلى الانفصال هذا يعني أننا إذا أردنا تحديد إحدى الكيانين في كوننا المرئي فلن يتوافق ذلك مع ما تمت ملاحظته ثم طرح فكرة وجود عدم تماثل كبير بين الكيانين وذلك بمنح الكتل السالبة كذاف أعلى بكثير ودائما من من دور توجه المزدوج نحو عدم الاستقرار الجاذبي فالكتل موجبة تميل للتجمع وكذلك الأمر بالنسبة للكتل السالبة وهي ظاهرة تعرف بالتراكم علما أن الزمن المميز للتراكم هو مقلوب الجدر المربع للكتلة الحجمية ومن البديه أن تكون الكتلة السالبة هي الأسرع في إنشاء مجموعة من التقتلات المتباعدة بشكل منتظم هذا ما كشفت عنه محاكاتهم العددية منذ عام 1994 حيث تم حصر المادة في المساحة المتبقية وهو ما منحها مظهرا ناقصا وبه فجوات وهذا يتوافق مع ما هو ملاحظ أي مع الفراغات الكبيرة التي قطرها 100 مليون سنة دوئية وهكذا قدم نمودة الجانوس شرحا لمثل هذه البنية الواسعة النطاق حيث تتواجد تكتلات الكتلة السالبة غير مرئية في وسط كل من هذه الخلايا في عام 2017 ظهرت نتيجة عمل هائل لجرد ومعالجة الملاحظات التي غطت مئات الآلاف من المجرات تحتل مكعبا ضلعه مليار ونصف سنة دوئية تم تقديم هذا العمل في مجلة طبيعة المرموقة من قبل هيلين كورتوى ويودي هوفمان وبرانت تولي ودانيال بوماريد نحن نعرف منذ سنوات الثلاثينيات أن الكون يتوسع وأنه إذا قمنا بتقييم سرعات المجرات من خلال انزياحها نحو الأحمر فسنحصل على مجال سرعة يتوافق مع قانون هابل حيث تتناسب سرعة الهروب مع المسافة انطلق كورتوى ويوثمان وتولي وبوماريد من القياسات التي أجريت على مئات الآلاف من المجرات مع طرح مجال هابل من مجال سرعات الانحصار هذه وهكذا توصلوا إلى سرعات هذه الأشياء بالنسبة للفضاء نفسه لقد توصلوا إلى ما كنا نعرفه مسبقا أي وجود مركز جذب أو جاذب شابلي لقد كشف الفحص وبشكل متماتل بالنسبة لنقطة المراقبة تقريبا أن مجرتنا في مركز المكعب تتواجد في منطقة فارغة كانت المجرات في حالة هروب ضواحي هذه المنطقة وأسمي ذلك بالمبيد العظيم ببساطة إنه المظهر الأول لوجود تكتل من الكتل السالبة وغير المرئية وسط هذه المنطقة لنتكلم الآن عن ظاهرة عدثة الجاذبية التي أبرزها الإنجليزي إيدنغطن عام 1918 والتي تدعم نظرية ألبرت إنشتاين الفوطونات حساسة لمجال الجاذبية وذلك وفقا لنموذج إنشتاين وبالتالي فإن الكتلة الموجبة تحرف مسارات الفوطونات كما هو موضح في السورة وهو ما يزيد من تركيز هذا الضوء ويفضي تأثيرها إلى زيادة الحجم الظاهري للمصادر البعيدة كتأثير العدسة المقربة التي تركز طاقة الضوء نقد برهلنا مبكرا منذ سنة 1995 بأنه في إمكان الكتلة السالبة أن تؤثر أيضا على مسارات الفوطونات ذات الطاقة الإيجابية كتأثير العدسة المتباينة ولهذا تأثير يخفت من سطوع المصادر البعيدة وبالتالي وبفعل هذا التأثير يتضاءل حجم المصادر البعيدة جدا من المجرات ذات الانزياح الأحمر القوي وهذا ما نلاحظه في المجرات ذات الانزياحات نحو الأحمر الأكبر من سبعة والتي نعتبرها مجرات قزمة في حين أنها مجرات ذات حجم طبيعي يتشتت ضوءها جزئيا عندما تلتقي أو حتى تعبر تكتلات من الكتل السالبة التي تجدها في طريقها بما أن جزئات الطاقة الموجبة لا تتفاعل مع تكتلات الكتل السالبة هذه سوى عن طريق مضاد الجاذبية فيمكن للفوطونات ذات الطاقة الإيجابية بصفة خاصة أن تعبر بحرية من خلالها ويمثل هذا الخفوط في حجم المصادر البعيدة نقطة ثانية لصالح نموذج جانوس حتما في المستقبل ستسمح لنا المقاريب الفضائية الكبيرة الحجم بالتقاط صور الأشعة تحت الحمراء البعيدة حاليا يقدم لنا المقراب الفضائي هابل صورا باستخدام مقاريب أكثر قوة يجب أن تشكل المجرات ذات الانزياح القوي نحو الأحمر وحدة كاملة وأكثر كثافة في ظل هذه الظروف سيكون في استطاعتنا تقدير قطره من خلال التوهين المرتبط بوجود المبيد العظيم بشكل عام يجد النظريون صعوبة في نمدجة ولادة المجرات عن طريق عدم الاستقرار الجاذبي يتجلى عدم الاستقرار هذا بعد الفصل مباشرة أي عندما يبلغ عمر الكون 380 ألف عام وينزع تأيين المادة ثم تتوقف عن التفاعل مع الإشعاع المحيط تميل هذه المادة بعد ذلك إلى التكتل بتأثير عدم الاستقرار الجاذبي الذي اكتشفه الإنجليزي جيمس جينس ويترجم ذلك بظاهرة التراكم لتتكتل المادة في كتل عند ذلك تزداد هذه المادة سخونة وتعاكس قوة الضغط الناتجة عن هذا التسخين أي داخل هذه الأشياء قوة الجاذبية التي تميل على العكس من ذلك إلى تكتيفها ثم تحصل حالة توازن حيث تتوازن قوى الضغط مع قوى الجاذبية نشير هنا بأن تسخين والتكتف المادة غير كاف للسماح بحدوث تفاعلات الاندماج استمرار عملية التكتيف رهين بقدرة الشيء على تبديد هذه الطاقة الحرارية عن طريق الإشعاع تتناسب كمية الطاقة الحرارية التي يجب أن تبدد مع الحجم الذي سيتم اعتباره نجما أوليا حجم متناسب مع مكعب قطر الشيء ستبدد هذه الحرارة بالإشعاع من خلال سطح النجم وتعمل كمشعاع مساحته تعادل مربع قطر الجسم وبالتالي كلما كان الشيء كبيرا كلما طال زمن بتبريده ويسمح زمن التبريد هذا بخلق دروف الاندماج داخله تكتلات الكتلة السالبة هي مسرح للعملية نفسها وتنبعت منها إشعاعات على شكل انبعات فطونات ضد طاقة سلبية في نطاق الأحمر والأشعاع تحت الحمراء بالنسبة لمراقل مكون من كتل سالبة والذي يمكنه التقاط فطونات الطاقة السالبة المنبعثة من هذه الأشياء سيرى هذا الجانب السلبية من الكون على هذا النحو لكن هذه الأشياء شاسعة جدا لدرجة أن زمن تبريدها أكبر من عمر الكون نفسه يمكن إذن اعتبارها نجوم أولية ضخمة لن تضيئ أبدا تتكون هذه التكتلات من مضاد الهيدروجين ومضاد الهيليوم ذوي كتل سالبة ولا يمكن أن يحدث فيها تركيب نووي وبالتالي فلا وجود لنجوم ولا ضرات أتقل من الهيليوم ولا كواكب في هذا العالم السالب لذلك تغيب الحياة في عالم الكتل السالبة عندما تتشكل تكتلات الكتل السالبة فإنها تحتجز الكتل الموجبة في صفائح وهذه الأخيرة ستضغط وتسخن لكن هذه الهندسة وعلى عكس الأجسام القروية مثالية للسماح بالتبريد السريع والتسبب في عدم الاستقرار الجاذبي من جديد ظاهرة تشكل بفضل أداء الحواسيب الحديثة تصورا مثيرا الاهتمام لتكون المجرات نقول بأن المادة تتبنى شكلا من أشكال التوزيع غير الكامل الذي يشبه فقاعات الصابون المتصلة تلتقي ثلاث فقاعات في خط سيكون بالنسبة للمادة خيطا طويلا تقطنه المجرات بينما تلتقي أربع من هذه الفقاعات عند نقطة ما وفيها أي في هذه العقد ستتمركز عن قيد المجرات وافق هذا الرسم البياني مع ما هو ملاحظ أينما تواجدت المجرات ستشغل الكتلة السالبة كل المساحة بينها تحتل المجرات في هذه المناطق أنواعا من الثقوب القاطنة في توزيع الكتلة السالبة وبالتالي هل ستنجح الكتلة السالبة في حصر هذه المجرات من خلال لعب الدور الذي عازاه النظريون إلى المادة المظلمة ذات الكتلة الموجبة وهكذا ستظهر منحنيات الدوران تماما كتلك التي عرضت من طرف جين بير بوتي وأغوستيني عام 2001 أو كالتي وصل إليها فارنس عام 2017 في التسعينيات أدت المحاكاة العددية التي أجراها فريدريك ديسكامب في الحاسوب على جسم يدور داخل فجوة ذات كتلة سالبة إلى ولادة لوالب دراعية في كل النقاط وهو ما يوافق الملاحظات فبينما في جميع المحاكيات التي أجريت حتى ذلك الحين كانت المجرات الرقمية تفقد أدرعها بسرعة حافظت هذه الأخيرة على هذا الهيكل خلال أكثر من 30 دورة وبالتالي يمكن اعتبار أن احتكاكا ديناميكيا مع هذه البيئة ذات الكتلة السالبة هو أصل تكوين هذه المجرات الحلزونية نلاحظ في المنحنا فقدانا للعزم الحركي لحظة تكون هذه الأشياء وتصبح بعد ذلك الأمور أكثر هدوءا لقد برهن فريدريك ديسكامب أنه كلما زادت كتافة الكتلة السالبة كلما مالت الأدرع الحلزونية إلى الانطواء إلى حد تحول شكلها إلى ما يشبه عجلة قيادة الصيارة التي يعرفها الفلكيون جيدا نأمل أن يغتنم الباحثون هذه الفكرة لإجراء عمليات محاكاة أكثر كمالا وأكثر كثافة باستغلال آليات تكوين المجرات وتطورها هذه وهكذا تميل الكتلة الموجبة والسالبة إلى التباعد فيما بينها تهيمن الكتلة الموجبة في النظام الشمسي بينما كثافة الكتلة السالبة منخفضة للغاية ولكنها ليست منعدمة لذلك يمكننا أن نعتبر أن الشمس هي مركز طغرة كروية الشكل تكونت داخل توزيع من الكتلة السالبة النادرة جدا فجوة تشكل مصدر قوة حجز جاذبية ضعيفة للغاية هذه القوة الضعيفة هي المسؤولة عن التباطئ الذي تتعرض له المجسات الفضائية بيونير 5 وبيونير 6 بالتالي فإن هذه الظاهرة غير مفسرة هي تأكيد إضافي لنموذج جانوس وفي سياق آخر قام الباحثون ببناء ما يعتبرونه توزيعاً للمادة المظلمة ذات الكتلة الموجبة فعلوا ذلك باستخدام حقيقة أن تأثير عدسة الجاذبية الإيجابية تميل إلى تشويه صور المجرات في اتجاه زاوية السنس الصورة على اليسار تميل توزيعات الكتل السالبة على العكس من ذلك إلى إعداد تشوهات شعاعية كما برهن عن ذلك عام 2013 من قبل اليابانيين كوكي إزيمي وشيزاكي هوكاوارا وكوكي ناكا جيما كاتاو كيتامورا ثم هيديكي أسدا هذه المرة سيسمح لنا فك تشفير هذه العدسة الضعيفة بتمثيل الكتلة السالبة في عام 2011 حصلت ثلاثي فيل موتر وشميت وريس على جائزة نوبل لبرهنتهم على أن توسع الكون ليس متباطئ بل بالعكس متسارع لذلك لا تستطيعوا نماذج فريدمان التي تصف جميعها طباط التوسع الكوني تفسير المراحضات نفس الشيء بالنسبة للنموذج ديراك ميلان المدعوم من طرف شاردان وبنواليبي حيث يتم التوسع بشكل خطي يشير النموذج الحالي التيار السائد إلى تسارع التوسع ويعز ذلك إلى قوة غامضة طاردة للفراغ يأخذ المنحنى إذن شكلا أسيا توسع يؤز إلى طاقة سوداء غريبة وسالبة ويضح هذا الرسم التخطيطي أهميتها السائدة النسبية نخفض إذن الجزء المرئي من الكون إلى نسبة 4% يشرح نموذج جانيوس تسارع التوسع الكوني أيضا حيث تهيمن على الدين ميكيات الكونية غالبية المحتوى الكتلي السالب الذي يقابل نفس النسبة المئوية قدر الرسم تتوافق الهندسة مع مؤشر هنا كاف يساوي ناقص 1 نموذج جانيوس على عكس نموذج جلاندا سدائم الذي يتبنى توسع نسيا يتنبأ بأن التوسع يميل نحو خط متقارب أي أن حجم الكون سوف يميل نحو النمو الخطي كذالة للزمن في عام 2018 قالنا جيل لاغستيني النموذج بأحدث بيانات الرصد من 700 نوع من المستعيرات العظمى والنتيجة هي نسبة توافق ممتازة يمثل المنحنة الأحمر المتصل في الصورة نموذج جانيوس والمنحنة المنقط نموذج جاندا سدائم العالم السالب يتوسع أيضا لكن توسعه يتم بوتيرة متباطئة ثم يتوافق شكل تطورها مع حل فريدمان بمؤشر حيناء كاف يساوي ناقص 1 مغرق وهو يقول أيضا نحو خط مقارب لكن كل ذلك ينتمي إلى عالم الكتل السالبة ولا يمكن ملاحظته مباشرة هناك حاليا عدد من علماء الكونيات والفيزيائيين الفلكيين والفيزيائيين النظريين أيضا الذين يركزون أبحاثهم على تصورات نظرية مغالية في المضاربة والتي ينتهي بها المطاف من قطاع كامل عن أي حقيقة يمكن ملاحظتها مثلا نظرية الأوتار وفكرة الأكوان المتعددة بالمقابل يستهدف نمود الجانوس أن يطابق الحقائق الملاحظة نلقي الضوء الآن على جانب ملاحظ آخر ألا وهو التجانس الشديد للكون الأولي كيف وصلت إلينا هذه المعلومات؟ عندما تصل إلينا معلومات مصدرها الأجزاء الأبعد من الكون فهي حتما تأتي من ماض بعيد جدا بسبب التوسع الكوني تخضع الرسائل لانزياح نحو الأحمر أكثر فأكثر وضوحا يترجم التقدم في علم الفلك هذا الغوص المزدوج في المسافة والزمن عند الانتهاء من المجال المرئي يجب على علم الفلك اللجوء أولا إلى الأشعة تحت الحمراء وهي أول إشكالية فنية يجب معالجتها باستخدام المقارب الفضائية بعد الأشعة تحت الحمراء والأشعة تحت الحمراء البعيدة ندخل مجال الموجات الراديوية بترددات سنة مترية على سبيل مثال إن التقاط الصور بأطوال موجية مماثلة يرسلنا إلى عماد بعيد وعميق جدا من عمر الكون من خلال مجال هذا الطول الموجي لا يمكن رصد الضوء منبعث من النجوم والمجرات ركب جهاز كهذا في القمر الصناعي كوب الذي أطلق عام 1989 وأعطانا مظهر الكون عندما كان عمره 380 ألف سنة وهذه هي صورة الكون في ذلك الزمن أنتم معتادون على صورة أخرى وهي هذه التي تبرز عدم التجانس ولكننا حصلنا عليها من خلال تركيز وتحسين الصطوع الإصطناعي بواسطة الحاسوب لقد كان يبدو الوجه الحقيقي للكون في ذلك الزمن على هذا النحو سنرجع لمسألة عدم التجانس لاحقا دعونا نركز حاليا على الحقيقة الملاحظة الجديدة والتي تتمثل في التجانس الشديد للكون الأولي بنسبة 1 إلى 100 ألف تقريبا في علم الكونيات نقصد بالكون الأولي الكون عندما كان عمره أقل من 380 ألف سنة وكان يعتبر غازا بشكل أدق مثل البلازما لأن درجة حرارته كانت أعلى من 3000 درجة ويتكون بشكل عام من الهيدروجين المتأين تماما من المهم توضيح وشرح أسباب عدم تمكننا من الحصول على القياسات والمعلومات المباشرة المتعلقة بهذه المرحلة الأولية في الواقع تنقل معلوماتنا الوحيدة عن طريق الضوء الإشعاع الكهرومغناطيسي في جميع الترددات أي الفوتونات تمكنت هذه الأخيرة من السفر 13 مليار سنة دوئية دون التفاعل مع الدرات التي تلتقيها في طريقها من خلال هذه الزاوية الكون غير مزدحم وشفاف بشكل استثنائي جدا بالمقابل يستحيل علينا التقاط الرسائل المنبعثة من المادة قبل 380 ألف سنة ويرجع ذلك للتفاعل القوي بين الفوتونات مع المادة وبشكل أساسي مع الإلكترونات الحرة للبلازما الكونية ما ينبتق عن كل تصادم ليس هو الرسالة الأصلية ولكن تلك التي ينقلها فوطون آخر والذي يعاد بثه بعد انتصاص الفوطون الأول يشبه الوضع إلى حد ما ساع بريد غير قادر على إيصال رسالته إلى وجهته بذكسه ويرى بأن رسالته تنسخ في كل مرة بأخطاء جديدة في مضمونها وهكذا عندما تصل الرسالة إلى وجهتها بعد هذه الرحلة الفوضوية تصبح غير مقرؤة وغير واضحة تماما يمكن تلخيص الحالة الأولية للكون في الوقت الحالي بثلاث معطيات توضح لنا بأن درجة حرارة الفرن الكوني في المادة كانت أكبر وأهم بكثير تظهر لنا بعض محتويات الكون فإذا استثنينا ما تم دمجه لينتج عنه النجوم والكواكب عدع الهيدروجين سنجد أيضا 25% من الهيليوم وجوده هو إشارة لحدود التركيب النووي أولي حيث انسهرت نوى الهيدروجين لإعطاء الهيليوم ليكون ذلك ممكنا يجب أن تكون درجة حرارة الفرن الكوني في زمن سابق مماثلة لتلك التي تسود أثناء انفجار النووي حراري وهذا دليل على أن الكون قد شهد درجة حرارة مماثلة في السابق بعد ذلك نلاحظ وجود ما يمكن اعتباره رماد تفاعل كوني آخر وهي الفوتونات العديدة التي تشكل ما نسميه بخلفية الإشعاع الأحفوري بني النموذج الكوني الذي اقترحه أنشتاين على معطى ملاحظ لا يمكن للنموذج ليطوني تفسيره تقدم حديد الزئبق معادلته التي تصف الكون تفسر ذلك كما أنها أساس تأثير عدسة الجاذبية وفي وقت لاحق مكننا الحل غير المستقر الذي توصل إليه الروسي فريدمان لشرح حقيقة ملاحظة أخرى التوسع الكوني الذي اكتشفه إدوين هابل تنبتق نقطة أساسية من هذا التصور الجديد للكون تكون تدبدبات الفوتونات نسيج الفراغ أي الفضاء نفسه ونتيجة لذلك تتمدد هذه الفوتونات بنفس معدل تمدد الفضاء وهذا وجه آخر لظاهرة الإنزياح نحو الأحمر في عام 1965 اكتشف بينيزيس وويلسون إشعاعا متناحيا أي متحد الخواص تعادل درجة حرارته 2.7 درجة كيلبين والتي توافق الطول الموجي نصف سنتيمتر يتوافق هذا الإشعاع في الواقع مع ظاهرة تحدث في الجزء المئوي الأول من الثانية والتي تقابل أشعة غاما الناتجة عن الإبادة بين أزواج المادة ومضاد المادة ونظرا للتوسع الكوني فإن قياس هذا الإشعاع حاليا يتوافق مع هذه الموجات الراديوية ذات الطول الموجي الذي يعادل السنتيمتر على الرغم من أننا لا نستطيع الوصول إلى ظاهرة الإبادة الجماعية للأزواج مادة ومضاد المادة بشكل مباشر أي بعيدا قبل حاجز 380 ألف سنة فإننا نستطيع استنتاج حدوث هذه الظاهرة بفضل ملاحظة هذا الرماد نشير إلى أن درجة حرارة الخليط الكوني عند ذاك كانت تقدر بمئات المليارات من الدرجات أي عندما كان عمر الكون جزء من المئة من الثانية ويمكننا على أساس هذه الملاحظة استنتاج تاريخ الكون في الفترة التي كانت بين جزء واحد من المئة من الثانية و380 ألف سنة بالمقابل وكما أشار إلى ذلك ستيبن واينبرغ الحائز على جائزة نوبل عن كتابه الدقائق الثلاث الأولى فإن كل ما قيل وكتب عن تاريخ الكون قبل هذا الجزء الأول من الثانية يبقى مجرد تكهنات خالصة ولا يستند على أي حقائق ملاحظة لنقيم الوضع ماذا يمكن أن نستنتج عن ماضي الكون من خلال الملاحظة عندما كان عمر الكون دقيقة واحدة كانت درجة حرارته حوالي مليار درجة قد حصلت عملية تركيب النواة الأولية التي ستؤدي إلى ظهور الهيليوم حيث أن أربع نواة هيدروجين تعطي درة الهيليوم إن خفض درجة الحرارة هو الذي يوقف تفاعل انسهار هذا ويمنع تحول محتويات الكون بشكل كامل إلى هيليوم والنتيجة هي أن محتوى الكون هو 75% من الهيدروجين و25% من الهيليوم في الماضي البعيد عندما كان عمر الكون جزء من المئة من الثانية وصلت درجة الحرارة إلى عدة مئات مليارات من الدرجات وفي وقت لاحق عندما انخفضت درجة الحرارة وأصبحت عملية التصادم بين الفطونات غير قادرة على إنتاج أزواج المادة ومضاد المادة حصلت عملية إبادة مذهلة لهذه الأزواج والإشعاع الأحفوري هو أثرها ومخلفاتها أي الدليل على حدوث هذه الظاهرة أما عن ما قبل هذا العمر أي أقل من جزء من الثانية ما هو سوى تخمينات لا تدعمها أي حقيقة ملاحظة لنركز الآن على الملاحظة التالية التجانس الشديد للكون الأولي بالتجانس من الضروري وفي جميع مناطق الكون التي يمكن ملاحظةها أن نجدى وبنسبة جزء من المئة من الألف نفس القيم للكثافة ودرجة الحرارة ليتصرف غاز ما بهذا الشكل يجب أن تكون مناطقه المختلفة قادرة على تبادل كمية الحركة والطاقة الحركية عن طريق تصادم عناصره فيما بينها واجه الآن مفارقة لا يمكن لجسيمان متجاوران تبادل أي شيء كان إلا من خلال تفاعل دي طبيعة كهرومغناطيسية أي باستخدام الفوتونات لكن إذا اعتبرنا أن سرعة الضوء ثابت مطلق فعندما نرجع في الزمن سنحصل على ظروف تتباعد فيها الجسيمات فيما بينها بسرعة أكبر من سرعة الضوء بل وعندما نقترب من اللحظة السفر تأول هذه السرعة إلى ما لا نهاية ما نشاهد الآن في هذا المنحنة هو أنه بعد فترة معينة ستتمكن الموجة الكهرومغناطيسية المنبعثة من جسيم في الزمن سفر من لمس جارتها أما قبل ذلك حدث تطور للكون دون أن تتمكن عناصره في التفاعل فيما بينها لنحاول أن نشرح ذلك من خلال الصورة التالية لنتخيل معا كوكبا يضم مجموعة من القرى وهو ينتفخ ويتوسع من الواضح أن المسافة بين قريتين متجاورتين ستزيد مع مرور الزمن ترسل كل قرية فارسا معه رسالة لكن سرعة الفارس أقل من السرعة التي تتباعد بها القرى عن بعضها البعض بفعل توسع هذا الكوكب ما هو مثير للدهشة؟ أنه رغم هذه الظاهرة يتحدث جميع سكان هذه القرى نفس اللغة ولهم نفس العادات وذلك رغم أنهم لم يتبادلوا أي كلمة مطلقا القرى التي تمثل امتداد الموجة الكهرومغناطيسية منبعثة من أي نقطة في الزمن السفر تسمى الأفق الكوني وهذا التناقض الذي يتمثل في تجانس الكون الأولي هو ما نسميه بمفارقة الأفق في 1989 اقترح الروسي أندري ليندي حل هذا اللغة من خلال افتراض أن الكون قد عرف توسعا عنيفا بشكل مذهل في اللحظة زمن تساوي 10 قوى ناقص 33 ثانية ثم تمدد هذا العامل بعشر قوى 26 أي واحد وعلى يمينه 26 صفرا وقد سمينا هذه النظرية بالتدخم المسؤول عن هذا توسع هو المجال الذي أنشأته الجسيمات الغامضة والافتراضية التي أطلقنا عليها اسم الأنفلاطونات والتي في نهاية المرحلة التخدخم هذه سوف تتحول بشكل عجيب إلى كواركات ومضاد الكواركات حد الآن لم يتمكن أحد من إعطاء نموذج تدخم يشرح فيه كيف يتحول هذه الجسيمات إلى أزواج كواركات ومضاد الكواركات المبرر الوحيد لهذا الافتراض الكبير هو أنه يوافق معطى المراقبة المتاح الوحيد أي التجانس الشديد للكون البدائي ظلت هذه الشبه نظرية جزءا من النموذج القياسي وعمرت لمدة ثلاثين عاما وذلك لأننا لم نجد أي بديل آخر بينما يقدم نموذج جانوس الكوني تفسيرا آخر لحل مفارقة الأفق هذه يكفي تصور تغير في سرعة الضوء بمرور الزمن وقد كانت هذه السرعة أسرع في الماضي إذا تغير الأفق الكوني في دل سرعة ضوء متغيرة بنفس وتيرة ظاهرة التوسع الكوني فستكون المشكلة قد حلت وسنضمن تجانس الكون في جميع مراحل تاريخه ببساطة ستكون سرعة الضوء لا نهاية في زمن الانفجار العظيم لكن تغيرا في سرعة الضوء بهذا الشكل سيثير على الفور جميع أنواع المشاكل في الفيزياء النظرية فالعديد من الظواهر الفيزيائية التي تنبأت بها المعادلات التي تضم عوامل مختلفة بمعية ثابت سرعة الضوء لن تحصل بشكل مرضي ومع ذلك وفي وقت مبكر من عام 1988 قدم عالم الفيزياء الفلكي الفرنسي جين بير بوتي في المرجع العالي المستوى رسائل فيزيائية حديثة ألف أو Modern Physics Letters A رسما تخطيطيا يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط سرعة ضوء متغيرة بل جميع توابط الفيزياء متغيرة بشكل مشترك عدد الثوابط الأساسية لفيزيائنا صغير جدا فلدينا سرعة الضوء ثابت بلانك ثابت الجاذبية الشحنة الكهربائية الابتدائية الكتلة الابتدائية النفادية المغناطيسية للفراغ أما الثوابط الأخرى فتستخلص منها بسهولة لنأخذ على سبيل المثال الثابت العازل للفراغ Y0 يمكن استنتاجه من خلال النفادية المغناطيسية وصرعة الضوء حسب العلاقة التالية سرعة الضوء تساوي 1 على جدر Y0 MU0 وبالتالي هناك سرعة بين هذه الثوابط الثلاث وإذا منحنا اثنين منها قيما فسنستنتج الثالثة بطبيعة الحال سؤال هل كانت هناك محاولات أخرى ترتكز على مبدأ تغيير سرعة الضوء؟ الجواب هو نعم سنستشهد بالكندي موفات عام 1992 والبرتغالي ماجيجيو في عام 1998 ولكن واجه معا وعلى الفور جميعا وعلى المشاكل الغير قابلة للحل المرتبطة بتغيير سرعة الضوء ولكن منذ 1998 أي منذ 32 سنة لم يتناول أحد من جديد فكرة التغير المشترك لجميع ثوابط الفيزياء والسبب هو عدم فهمها كيف سنقيف إذن فيزياءنا لتستوعب تعيير الثوابط؟ ببساطة يكفي أن يكون ذلك مصعوبا بثبات جميع معادلات الفيزياء وما هي هذه المعادلات؟ عددها محدود أيضا فلدينا في ميكانيكيا الكم معادلة شرودينجير معادلة النسبية العامة أي معادلة مجال أنشتين معادلة ميكانيكيا الموائع أي معادلة بولزمان والمعادلات الكهروماغناطيسية أي معادلات ماكسويل يقول البعض مثلا وماذا عن معادلات نافيستوكس الخمس لميكانيكيا الموائع التي تترجم الحفاظ على الكتلة وكمية الحركة والطاقة؟ سيجيب مختص في نظرية حركية الغازات على أن هذه المعادلات الخمس تستنتج من معادلة بولزمان وقد كان ذلك هو الموضوع المفضل لعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيراني الذي حصل على ميدالية ميدانية لعمله على هذه المعادلة لكنه بتعادى للأسف عن ميدان الرياضيات لأجل ممارسة السياسة تحتوي هذه المعادلات على الثوابت السابقة وتشمل أيضا متغيرات المكان ومتغير الزمن ولضمان ثبات المعادلات يجب أن تكون هذه العاملات متغيرة أيضا يسمي الفيزيائيون النظريون ذلك تغير المقياس سنضيف عاملي قياس واحد سنقوم بتعيينه بالحرف الأجمي R لمتغير المكان وآخر محدد بالحرف T لمتغير الزمن يجب أن نتعامل مع التغيرات المشتركة لهذه العوامل والتي توافق قانون المقياس المعمم الكوني وهي خاصية أساسية في فيزيائنا سنجد التفاصيل المؤسسة لهذه العلاقة المقياسية العامة في ورقة نشرتها في مرجع الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء Astrophysics and Space Science عام 1995 الحسابات والبراهين موجودة أيضا في ملحق ألبوم الشريط المرسوم أسرع من الضوء وهو ألبوم يمكنكم تنزيله مجانا باللغة العربية من خلال موقع جمعية معرفة بلا حدود بما أن جميع هذه العوامل مرتبطة فيما بينها يكفي أن نختار إحداها كمعلمة التوجيه للحصول على الأخريات كدالة للأخيرة لنحدد عامل القياس R الذي يترجم نموه من الصفر التوسع الكوني سنجد أن سرعة الضوء تتغير حسب 1 على جيد المربع R ويتغير ثابت بلانك حسب R قوة 3 على 2 ثم تتغير النفادي المغناطيسية للفراغ أيضا حسب R نستنتج من ذلك ويمكنكم التأكد من هذا الحساب أن الثابت العازل للفراغ Y0 يتصرف كثابت مطلق يضاف إلى ذلك تغير عامل المقياس الزمني R الذي يتغير حسب R قوة من 3 على نصف وهكذا يمكننا حساب تطور الأفق الكوني مع ارتبار سرعة الضوء لا نهائية وزمن Z منعدم ثم تنخفض حسب هذا القانون تبع الدلة 1 على جدر R نستنتج بأن هذا الأفق يتغير حسب R وبالتالي فهو يحترم تجانس الكون على جميع القياسات ولم نعود بحاجة إلى التضخمات وإلى افتراض التضخم التقيل وللتاليخ نسجل أن الفيزيائي النظري ألانغوت هو أول من اقترح مؤشر التضخم هذا عام 1979 وفقا لوصف سلوك الكون الأولي الذي كان رائجا في تلك الحقبة فقد نتج عن هذا الأخير قطبيات مغناطيسية أحادية وهي تشبه مغناطيسات صغيرة ذات قطب واحد شمالي أو جنوبي دونا عن الآخر ننوه هنا إلى أن هذه الأوصاف تماثل محاولة الرجوع في الماضي إلى ما وراء الجزء الأول من المئة من الثانية وهو نهج تخميني بشكل كامل وإشكالي ولا يستند على المراحلة يبرر روغوت فكرة التضخم بحقيقة أن هذه القطبية الأحادية غير ملحوظة وحول هذا الموضوع يضيف عالم الفيزياء الفلكية الإنجليزي مارتن ريز أولئك الذين يشككون في هذه الفيزياء الغريبة قد يزعجهم هذا الجدل الذي يفسر غياب الجسيمات التي تبقى على كل حال افتراضية يمكن الاعتراف بأن التب الوقائي فعال مئة بالمئة ضد مرض لم يسبق ملاحظته أو معرفته يتمسك أنصار نظرية التضخم بوجه آخر للكون وهي فكرة أنه مسطح هندسيا وخال من الانحناء لا يستنتج ذلك من خلال قياس محلي للانحناء بل من خلال النموذج الذي تكون فيه سرعة الضوء ثابتة وسرعان ما تسقط هذه الحجة عندما نعتبر سرعة الضوء متغيرة ها نحن إذن مع تطور للكون الأولي يحافظ على معادلات الفيزياء ثابتة سنحاول أن نتصور جهازا ما يسمح لنا بإبراز هذه التغيرات في الثوابت لكنه وإن صح التعبير مبني على نفس هذه المعادلات وقد يشتق بشكل متوازن من هذه الثوابت التي من المفترض أن يقيسها يمكننا أن نشبه الملاحدة أو المراقبة برجل متواجد داخل غرفة ترتفع فيها درجة الحرارة كما يودح ذلك مقياس الحرارة المعلق على جدار الغرفة وهو يريد أن يبرز تمدد الطاولة الحديدية باستخدام مصطرة مصنوعة من نفس المعدن من الواضح أنه لن ينجح في إبراز هذا التغير في الطول ولكن ماذا سيلاحظ؟ ببساطة تجانس البيئة ولكن يبقى هناك إشكال آخر ففي الواقع هذا التطور المميز بالثوابت المتغيرة له خصوصية الحفاظ على الطاقة بجميع أشكالها أضف إلى ذلك بأن جميع المسافات المميزة تتغير حسب R وأن جميع الأزمن المميزة تتغير حسب T بالمقابل تعتمد ظاهرة الإنزياح نحو الأحمر على قياس الطاقة التي تفقدها الفوطونات خلال مصارها والذي يرتبط في مبيان دي ثوابت مطلقة بحقيقة أن طول موجتها يتدخم في نفس الوقت مع R الطاقة تساوي H-C على لمدة وتتغير H حسب R قوة 3 على 2 وأيضا سرعة الضوء حسب مقلوب جذر مربع R ولمدة حسب R والنتيجة هي أن تغير هذه التوابت محافظ على الطاقة لو سمدت هذه الديناميكية ذات التوابت المتغيرة إلى اليوم فلن نستطيع ملاحظة أي انزياح نحو الأحمر إذن من الضروري أن تصور سيناريو آخر تكون فيه هذه الثوابت متغيرة في حقبة أولية يحترم خلالها تجانس الكون ثم تأول بعد ذلك إلى استقرار في الثوابت سؤال متى سيحدث التحول وتغير النظام؟ تتم محاكاة الجسيمات في ميكانيكيا ألكم بحزم من الموجات التي لها امتداد معين في الفضاء لنعتبر وسطا يتكون من ضرات الهيدروجين المكونة من إلكترون واحد يدور حول بروتون يبقى هذا التمثيل مبسط للغاية لأننا لا نستطيع في الواقع تحديد المسار المزعوم لهذا الإلكترون فنحن نستطيع حساب شعاع هذا المدار عن طريق اعتبار أن قوة الترد المركزي التي تمارس على الإلكترون تقابلها وتعادلها قوة نيوتون للجذب الإلكترستاتيكي التي يطبقها البروتون الموجب الشحنة سنحصل إذن على شعاع ذرة الهيدروجين والذي نسميه شعاع بور وهو يساوي نصف أنكستروم أي عشر قوة ناقص أحد عشر مترا تقدر السرعة الزاوية لهذا الإلكترون حول النواة أي البروتون في حدود ألفي كيلومتر في الثانية إنها أصغر بدرجتين من سرعة الضوء الموجة الموافقة لوجود هذا الإلكترون كشيء يدور حول هذا البروتون يتوافق مع الطول الموجي لبروغلي عش مقسوم على MV حيث M هي كتلة الإلكترون وV هي سرعته الزاوية بشكل عام يقارب طول بروغلي قطرة الضرات حتى تكون هناك ذرات من الضروري وجود مساحة متاحة تشغلها الموجات المقابلة للحالات أو الأوضاع الممكنة عندما تصبح الكثافة عالية جدا في وسط معين حيث تصبح المساحة المتاحة لكل مكون من مكوناتها صغيرة جدا لا تتسعى لإحتواء التموج الذي يميزها فستتوقف عن الوجود ببساطة هناك مساحة كافية على سطحه تسمح بتمظهر المادة على شكل نوى ذرية سنعتبر أن سطح النجوم نيوترونية مكون من طبقة من الصلب سمكها متر واحد كلما توغلنا داخل النجم كلما أصبحت المساحة غير كافية لوجود الضرات فتصبح هذه الأخيرة مخلخلة وتتخذ شكل بلازمة مكونة من مزيج من البروتونات والإلكترونات والنوترونات الطول الموجي المرتبط بوجود الجسيمات الحرة هو ما يسمى طول موجة كونتون وهو H مقصوم على M-C إنه يتغير حسب مقلوب الكتلة إذا كنا نستطيع مقارنة هذا الطول الموجي بحجم الجسيمات أي الحيز الذي تشغله في الفضاء فإن الإلكترون أكبر بـ 1850 مرة من البروتون والنوترون لأن كتلته أضعف بـ 1850 مرة لكي يكون وجود الإلكترون ممكناً ولحتواء موجته سيحتاج إلى مساحة أكبر بـ 1850 مرة من احتمال وجود البروتونات والنوترونات لذا عندما نتعمق ونتوغل داخل النجم النوتروني سيتواصل اختفاء الإلكترونات وستندمج هذه الأخيرة مع البروتونات لإعطاء النوترونات التي تشكل بالمناسبة قلب النجم كلما تراجعنا في ماضي الكون كلما ازدادت كثافة الوسط الكوني أيضاً لكن الأمور ليست بهذا الشكل تماماً لأن البروتونات والنوترونات والإلكترونات تسبح في وسط من الفوتونات أكبر مليار مرة يتكون المائع الكوني مما يسمى مادة طاقة وهي في شكل كتل بينما البروتونات والنوترونات والإلكترونات فهي في شكل إشعاع نصطدم أولاً بمرحلة أولى مصيرية أي مباشرة قبل 380 ألف سنة حيث كانت الطاقة بشكل أساسي في شكل إشعاع في الواقع كلما عدنا في الماضي كلما كانت الفوتونات في شكل طاقة ويرجع ذلك لكون طول الموجة يتغير حسب أس امتداد الكون R ثم تأتي لحظة تنعدم فيها حتى أكثر الجسيمات كتلة في هذا الخليط لأن المسافة التي تفصل بينها تسبح أقل من مسافة الكونتون الخاصة بها أما أبعد من ذلك فيجب أن تتقلص مسافة الكونتون هذه سندخل إذن في نظام الثوابت المتغيرة حيث يتغير طول الكونتون وفق R لنعكس منح هذه الحكاية عندما تكون الكثافة عالية جداً يحدث التطور في نظام الثوابت المتغيرة وبعد مرور فترة معينة تسبح المسافة بين العناصر كافية ثم تكتسب الثوابت بشكل مقارب القيم التي نعرفها اليوم هذا ما نراه في المنحنيات التالية ننويه بشكل عابر إلى أنه في وقت الانفجار العظيم تأول سرعة الضوء وثابت الجابدبية نحو اللانهاية بالمقابل تأول قيم ثابت بلانك والشحنة الكهربائية الأولية والكتل ثم النفادي المغناطيسية للفراغ نحو الصفر وكما قلنا سابقاً ينطلق نموذج جانس الكوني دائماً من المعطيات الملاحظة هكذا تم إدخال هذا التصور بنظام الثوابت المتغيرة في المرحلة الأولية لتفسير التجانس الشديد للكون وهو ما يمكننا من الاستغناء عن افتراض وجود هذا التضخم المزعوم وذلك بالاعتماد دائماً على الحلول المشتركة للنظام معادلات المجالات المقترنة جانس سنحصل إذن على تاريخين متوازيين أول من سلط الضوء على موضوع التواريخ المتوازية هذه هي الألمانيا سابين هوسفيند في مقال لها عام 2008 هناك إذن تاريخين مختلفين وذلك اعتماداً على ما إذا كانت الظواهر ملاحظة من قبل مراقبين مكوامين من كتل موجبة أو من كتل سالبة هذا يستحضر الأسطورة الشهيرة لكهف أفلاطون ولكن سيكون لدينا هذه المرة مراقبين يبحثان في اتجاهين مختلفين إنهما يشاهدان على جزئين مختلفين في جدار الكهف ظلالاً راقصة تمثل عرضين مختلفين ناتجين عن نفس نظام الإسقاط من الواضح أن هذا العرض المزدوج عاصي على الفهم لا يشاهد المراقب المكون من كتل موجبة سوى مجرات ذات بنية مادية بها فراغات سيكون الكون بالنسبة إليه في توسع متصارع إدراك معين للمسافات التي تتوافق مع عامل المقياس R زائد بالنسبة له كل حركة محدودة بسرعة ضوئية C زائد سيبدو له العالم ممتلئاً بالنجوم والكواكب ومجموعة متنوعة من الضرات والجزئات يخضع لفيزياء مبنية على عدة ثوابت C زائد وR زائد وJ زائد وO زائد وكتل زائد ثم ميزرو زائد وسنجد هناك كائنات حية أيضاً سيقيم هذا المراقب عمر الكون بقيمة T زائد سيقتصر إذن مجال ملاحظته على أفق كوني H كبير زائد وهي محدودة النطاق أن يشاهد المراقب المكون من كتل ثالبة سوى توزيعاً منتظماً لأجسام كروية حدودها غامضة وتبث في اللون الأحمر والأشعة تحت الحمراء سيرى عالماً لا توجد فيه سوى ذرات مضادة للهدروجين والهيليوم ولا وجود للنجوم أو الكواكب أو المجرات ثم إن عالمه السلبي يتوسع بتسارع متباطئ سيقيس هذا الملاحظة المكون من كتل ثالبة المسافات بعامل مقياس R ناقص والحد الأقصى للسرعات هو سرعة الضوء C ناقص وهي مكونة من فوطونات ذات طاقة ثالبة تخضع فيزياء هذه الكتل الثالبة لنفس المجموعة من المعادلات بالمتغيرات C ناقص وH ناقص وJ ناقص وE ناقص والكتلة ناقص وميزورو ناقص وهو يقيم عمر الكون بقيمة T ناقص هناك أيضاً في هذا العالم السالب أفق كوني هاء ناقص وهو أيضاً دمتداد محدود أمر آخر أعتقد أنكم قد استوعبتموه وهو هذا التباين العميق الموجود بين هذين الشقين من الكون الشق الموجب والشق السالب في علم الكونيات ومنذ أمد بعيد تم تبني فكرة ملاحظة الأشياء الظاهرة في الزمان والمكان مع وجود ارتباط وثيق بين ما هو ملاحظ وفكرة الملاحد فكلاسيكياً نستخدم كلمة أوجه الكون ويقدم لنا الكون وجهين مختلفين ومن هنا قررنا اختيار اسم نموذج كون جانيوس ولكن بدلاً عن هذه الصورة يجب أن نتخيل شيئاً معك هذا تبقى النموذج الكوني جانيوس الوحيد الذي يعتمد على هذا التباين العميق بين عالم الكتل الموجبة وعالم الكتل السالبة وهي فكرة أهملتها تماماً سابين هوسفيلدر ولهذا السبب بالذات لم تستطع المضي قدماً بعد اختبار 2008 ولكن ما مصدر عدم التباين هذا؟ لقد تطور الكوناني مباشرة بعد الانفجار العظيم بنفس مجموعة التوابط المتغيرة C, H, G, E, كتلة وميزرو وبنفس متغيرات الزمان والمكان R والT لكن سيكون كون المماثل دي ثوابط متغيرة غير مستقر تماماً فيتباعد هادان العالمان بشكل كبير وتنشأ مجموعتان من الاعدادات بالنسبة لكل منهما أي العالم الموجب والعالم السالب والتي تختلف على جميع الواجهات إنها نفس الفيزياء ونفس مجموعات المعادلات ولكن مع ثوابط وعوامل قياس الزمن والمسافة مختلفة زمن T زائد والT ناقص مختلفة ومقياسي المسافة R زائد وR ناقص مختلفة وسرعة الضوء C زائد والT ناقص مختلفة ثم كتافتي المادة زائد وناقص مختلفين استناداً إلى الملاحظة أي ملاحظة البنية الواسعة النطاق كهياكل المجرات وتسارع التوسع الكوني ثم تأثيرات عدثة الجاذبية سنتمكن من تقييم هذا الاختلاف حيث أن الكتل الموجبة تمثل 4% بينما تضاه الكتل السالبة 96% كل شيء مترابط في هذا التطور المزدوج وبالتالي فإن نسبة سرعة الضوء C زائد على C ناقص تساوي نسبة الجذر المربع لR زائد على R ناقص وهكذا هناك مساران مختلفان بالنسبة لرحلة ما بين نقطتين في الكون ألف وباء أي مصار يجتازه شيء مكون من كتل مجبه أو مصار آخر يجتازه شيء من كتل سالبة أنتم تعلمون أننا نعتبر الكون في علم الكونيات سطحاً فائقاً رباعي الأبعاد وعلى ذلك سنرتكز لقياساتنا على هذا السطح الفائق لدي هنا سطح ثنائي الأبعاد هذا السطح له واجهة وخلفية كما هو الحال بالنسبة للكون سأخذ الآن نقطتين منفصلتين لقد مثلت هنا نقطتين مختلفتين على هذا السطح أعطني النقطتين ألف وباء موجودتان في الواجهة وفي الخلفية أيضاً هناك طريقتان لوصلهما أي إذا رسمنا مقطعاً على الواجهة أو على الخلفية لقد رسمت قطعة بلون أحمر على الواجهة وباللون الأزرق على الخلفية والآن إذا كنت أرغب في قياس المسافات على سطح الماء فسيتعين علي استخدام مستر مدرجة سوف أخذ واحدة وهي هذه وأخرى هذه بواسطتهما سوف أرسم خطوط شبكتين مختلفتين على الواجهة وعلى الخلفية والنتيجة هي هذه في الواجهة أقيس 18 تدرج بين ألف وباء إذن 18 بالمقابل لدي ثلاثة تدريجات على الخلفية إذن 3 أستنتج من ذلك أن المسافة ألف وباء هي 18 إذا قصناها من الواجهة وثلاثة إذا قصت من الخلفية أي أقصر 6 مرات لنعود إلى صورة أسطورة الكهف نذكر بأن هناك شخصان يشاهدان ظلالاً على جزئين مختلفين من الكهف إحدى تلك الصور هي هذه والأخرى هي هذه ستتساءلون وما هو جهاز العرض؟ سأريكم ذلك هذا هو لننتقل الآن إلى سطحنا الفائق الرباعي الأبعاد توجد المسافات التي يجب تغطيتها في النسبة R زائد على R ناقص نحن نعلم أن المسافة التي يغطيها الوجه السالب أقصر بكثير السرعة القصوى على طول هذه المسارات هي سرعة الضوء وهذه السرعات مختلفة ونعلم أن السرعة سي ناقص أكبر من سي زائد حسب العلاقة سي ناقص على سي زائد تساوي جد المربع R زائد على R ناقص سنستعمل معطى ملاحظ لتقييم كل هذا وسنرتكز على تحليل التقلبات الصغيرة جدا الموجودة في الخلفية الكونية الأحفورية ومرة أخرى التفسير الذي سنقدمه سيكون مختلفا تماما عما هو رائج في الوسط العلمي هناك ظاهرة وصفت لأول مرة من طرف عالم الفيزياء الفلكي البريطاني جيمس جينس والتي تسمى عدم الاستقرار الجاذبي هذه الظاهرة هي التي تدفع المادة للتكتل تلقائيا في كتلة منفصلة يطلق على مسافتها المتوسطة طولة جينس أدعوكم لمطالعة شريط مرسوم خاص يعرف بهذه الظاهرة ويمكنكم تنزيله مجانا على موقع معرفة بلا حدود يمكنكم تحميل جميع ألبومات مجانا على الرابط التالي مع ترجمات بأربعين لغة ومنها طبعا اللغة العربية يمكنكم مراجعة تفسير ظاهرة عدم الاستقرار الجاذبي في الصفحة 12 من ألبوم ألف مليار شمس وهو هنا بالفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والإنجليزية والعربية والشيكية إلى آخره من المفروض أن لا تهم ظاهرة عدم الاستقرار الجاذبي سوى المادة ولكن في الواقع ما يتركز في شكل كتل هو الطاقة سواء كانت في شكل مادة أو إشعاع وهي موثقة في معادلة أينشتاين تساهم الفوتونات في مجال الجاذبية من خلال كتلتها الجاذبية الخاصة HV على C مربع إذا وجد تركيز ما للطاقة على شكل إشعاع في منطقة ما من الفضاء وإذا استمر هذا التركيز فذلك دليل وتمدهر لعدم استقرار جاذبي في مجال إشعاعي لم ينتبه أحد لمثل هذا الاحتمال والسبب بسيط ستحدد مسافة جينز الموافقة التي تسجل التقلبات على طولها مع الأفق الكوني HZ إذن ستحصل هذه التقلبات خارج مدى الملاحظة وتحصل هذه التقلبات أيضا في العالم السالب هناك أيضا لن يستطيع مراقب مكون من كتل سالبة أن يرى هذه التقلبات لأنها ستكون خارج أفقه الكوني الخاص H-H-H ولكن H-H أصغر من H زائد عندما يتفاعل جانبي الكون الأمامي والخلفي من خلال الجاذبية فإن هذه التقلبات في مجال الإشعاع التي تجري في العالم السالب بطول موجي H-H تحدث ردا ضعيفا في العالم الموجب وهذا هو تفسيرنا للتقلبات التي لوحدت في الإشعاع الأحفوري إذا كان التقلبات العالم السالب تنعكس على العالم الموجب بتركها بصمتها فإن العكس ليس صحيحا فمجال الإشعاع داخل كرة الأفق الصغيرة متجانس تماما تجري هذه التقلبات عندما يكون الكون في حالته البدائية في مرحلة الثوابت المتغيرة ما وراء الأفق جميع العاملات C-H-G-E-M-M-R-T تتغير الانتباه لهذه الظاهرة هو الذي أعطانا مفهوم الكون الطفل Baby Universe وبالتالي لدينا سلسلة من الأكوان لها مجموعتها الخاصة من الثوابت ولكن تنظيمها يعتمد على مجموعة المعادلات شرودينغير ومعادلة المجال وبولزمان ثم ماكسويل بالمقابل من المحتمل أن تكون هذه التقلبات محدودة المدى حتى لو أننا لم نتمكن من الاطلاع وملاحظة هذه الأكوان المجاورة فمبدئيا ستكون لها قصص مماثلة كولادة المجرات والنجوم والكواكب والذرات وبنفس جدول مانديلييف وتختلف هذه الرؤية عن فكرة مالي النهاية من الأكوان حيث كل شيء ممكن وقابل للتصور مما يرضي العديد من علماء الكونيات اليوم الحقيقة هي أن هذه التقلبات تشير إلى الكون الأولي عندما كانت الأفاق الكونية أش زائد وأش ناقص تتزايد بتوافق مع أر زائد وأر ناقص إن قياس الطول الموجي المميز لهذا التقلب أو التدبد يعطينا نسبة عوامل المقياس أر زائد على أر ناقص تقدر بحوالي 100 نستنتج أن نسبة سرعات الضوء سي ناقص على سي زائد تساوي جدر أر زائد على أر ناقص وهي تضاهي 10 لذا إذا كانت سرعة الضوء هي 300 ألف كيلومتر في الثانية في جانبنا الموجب من الكون فهي تضاهي حوالي 3 ملايين كيلومتر في الثانية في الجانب السالب لو امتلكنا يوما ما تقنية تمكننا من عكس كتلة سيارة مع ركابها فعندها سنستطيع القيام برحلات إلى عنظمة نجوم قريبة وفي زمن أقصر ألف مرة من السفر في الجانب الموجب من الكون لكون الأشياء ذات الكتلة السالبة غير مرئية للمراقبين الموجبين فعندما سيفعل هذا الجهاز عكاس شحنة كتلته فسيبدو كأنه يتلاشى أمام عينهم ثم في نهاية الرحلة سيسمحون عكاس شحنة المادة الجماعي الجديد للجهاز بالانتماء مرة أخرى إلى الكون الموجب الذي ننتمي إليه بالنسبة للمراقب سيبدو الأمر كنبعات من لا شيء حتى الآن ننطلق ونرتكز دائما في تحليلاتنا النظرية على المعطيات الملاحظة لننتقل الآن إلى الجوانب المتعلقة بالزمن ما هو عجيب في علم الكونيات هو أن كل ما نراه هو جزء من الماضي وذلك لأن الضوء يستغرق وقصا للوصول إلينا وهكذا يمكننا أن نعود إلى الزمن الذي كان فيه عمر الكون هو 380 ألف سنة بالمقابل وكما أشرنا إلى ذلك سابقا من المستحيل الحصول على أي معلومات قادمة من حقبة سابقة لهذا الزمن لا يمكننا سوى محاولة إعادة بناء هذا الماضي البعيد افتراضيا استنادا إلى الأثار المتاحة أي الإشعاع الأحفوري وال25% من محتوى الكون المشكل من الهيليوم ولكن وكما أشار إلى ذلك وينبرغ فإن كتابة السيناريو الكوني قبل الجزء الأول من المئة من الثانية تظل مستحيلة وعشوائية في الواقع نحن لا نعرف مكونات الكون في هذه الحقبة السابقة لا يمكننا سوى أن نتصور عند التوغل أبعد من ذلك في الماضي بأن درجة الحرارة ستستمر في الارتفاع هذه الزيادة في درجة الحرارة مرادفة لزيادة سرعة التحريض الحراري للمكونات وقد كانت إحدى السبل لفهم وإعادة بناء الماضي هي زيادة سرعة الجسيمات في تجارب المحاكاة التي أجريت على مصرعات الجسيمات من السهل تقييم الطاقة التي نحتاج لإنتاج جسيم لكتلة M يكفي اللجوء إلى العلاقة التالية M سي مربع تساوي K حيث M هي الكتلة والC هي سرعة الضوء والT هي الحرارة المطلقة وK هي ثابت بولزمان وتبلغ درجة الحرارة هذه بالنسبة إلى الفروتون المضاد حوالي 10 تريليون درجة لكننا معتادون على تحويل هذه الحرارة إلى إلكتروفولت وهو ما يمنحنا مليون إلكتروفولت لقد نجحنا عام 1955 في إنتاج مضادات البروتونات في مسرع بيركلي الكبير لا شيء إذن يمنعنا من اقتحام باب الطاقات أي في درجات حرارة أعلى بأخذنا في الاعتبار بأننا باستعمال مسرع الجسيمات لا نقوم في الحقيقة سوى بتهيئة سرعة التحريض الحراري للغاز الذي يصل إلى درجة حرارة مطلقة وليس كثافته حصلنا إلى طاقة ودرجة حرارة تعادل 7 ترى إلكتروفولت في مسادم سرن ترى تعني رقما رهيبا بالنسبة لدرجة الحرارة تمثل 70 ألف مليون مليون درجة رقم من الصعب بل من المستحيل تصوره سيسمح لنا ذلك بإنتاج جسيمات جديدة كان من المفترض أن تمثل محتويات الكون عندما كان في درجة حرارة مماثلة كان من المزمع أن تكشف هذه التجارب عما سميناها بالجسيمات الفائقة وهي مستمدة من امتداد للنظرية الكلاسيكية التناظر الفائق ولكن هذه التجارب انتهت بالفشل التام هذا يؤكد إذن وجهة نظر وينبرغ وصف الكون قبل أول جزء من المئة من الثانية يبقى لغزا مبهما والحديث عن الزمن مشكل مشابه أيضا وندكر بأن درجة الحرارة المطلقة لوسط غازي ما ما هي سوى قياس طاقة الحركية للتحريض الحراري لمكوناته تالي فعندما ترتفع درجة الحرارة هذه فستقترب سرعة المكونات من سرعة الضوء ونحن نعلم أنه عندما تميل سرعة الأشياء نحو سرعة الضوء فإن الزمن المرتبط بها يؤول إلى التوقف في ظل ظروف كهذه بأي مواد سنستطيع أن نصنع ساعة وإذا أصبح مفهوم الساعة مستحيلا ما هو المعنى المادي الذي يمكن أن نعطيه للزمن فما هو الزمن؟ الدقيقة بالنسبة لنا هي الزمن الذي يستغرقه رقاص ساعتنا اليدوي الكبير للدوران مرة واحدة والساعة الواحدة هي الزمن الذي يستغرقه الرقاص الصغير للدوران مرة واحدة أيضا واليوم هي مدة دوران الأرض حول نفسها ثم السناء هي دورة واحدة للأرض حول الشمس بعبارة أخرى الزمن هو زاوية يتم قياسه عن طريق عدد الدورات يمكننا الآن أن نتخيل ساعة تصورية تتكون من كتلتين تدوران حول مركز جادبية مشترك طور دوران هذا النظام هو إثنان بي آر ثلاثة على إثنان مقسوم على جي أم حيث آر هو شعاع المدار والجي هو ثابت الجادبية وم هي الكتلة عندما سنعود إلى اللحظة الصفر المزعومة ونتطلع إلى نظام حيث الكتلة وثابت الجادبية وشعاع المدار توابط مطلقة فإن ساعتنا الأولية ستدور عددا محدودا من الدورات وهذا يتوافق مع المفهوم الكلاسيكي للزمن في علم الكونيات بالمقابل إذا اعتبرنا أن هذا الطور يتوافق مع نظام التوابط المتغيرة فسيتغير شعاع الدوران حسب آر وثابت الجادبية حسب مقلوب آر والكتلة ستتغير حسب آر أيضا ثم طور الدوران سيتغير حسب آر قوة ثلاثة على إثنان وهو يؤول إلى السفر عندما نقترب من لحظة الانفجار الكبير أي عندما يؤول آر نحو السفر وأيضا إذا عرفنا الزمن بعدد الدورات التي أجرتها ساعتنا الأولية فإن الرجوع إلى الانفجار الكبير يحدث في وقت لا نهائي وهذا يرجعنا إلى الأسطورة اليونانية التي يحاول فيها أخيل الإمساكة بسلحفات دون جدوى والمعنى هنا أن أخيل يحاول الاقتراب من اللحظة السفر للأسف كلما اقترب من هذه اللحظة كلما كبر في العمر وسيموت قبل أن يصل إليها هناك تصور آخر وهو اعتبار أن الكون كتاب مفتوح على صفحة تمثل الحاضر ثم نحاول أن نتصفح صفحات هذا الكتاب في الاتجاه المعاكس ونحاول العودة إلى صفحته الأولى على أمل اكتشاف مقدمة يكون المؤلف قد سجل فيها نواياه ولكن طالما حاولنا الاقتراب من الصفحة السفر طالما أصبح سمك أوراق الكتاب أكثر رقة سيؤول سمكها إلى السفر مما يجعل من المستحيل الوصول إلى هذه الصفحة في كل صفحة نص مكون من جمل وكلمات يخضع ترتيبها للقيود التي تفرضها قوانين الفيزياء لكن وتدريجيا تتجمع الكلمات وتشكل نصا غير مفهوم وينتهي بين الأمر إلى عدم القدرة على استنتاج أي معنى على ما رجعنا في الصفحات إلى الخلف فسنجد أنها تتكون فقط من سلسلة من الأحرف الموزعة بشكل عشوائي ومبهم قد نجد صعوبة في فهم الطريقة التي يتدفق بها الزمن في فترة لا وجود فيها لترتيب في الكون أو هياكل من أي نوع وحيث لا يوجد مخلوق يعيش هذا الوضع ليدركه ويعيه هناك ملاحظة أخيرة تتعلق بالبنية الهندسية التي تضمن الاتصال بين صفحتي الكون يمكننا إلغاء هذا التفرد عن طريق استبداله بحالة من الكثافة القصوى حيث سينعكس سهم الزمن وكذلك الكتلة والطاقة سواء تم إجراء هذا الاتصال باستخدام هذا التفرد أو عن طريق نوع ما من الجصور الفضائية فسنلاحظ اختفاء مسألات ما قبل الانفجار العظيم سنناقش الآن بإيجاز تداعيات هذا النموذج على مجال ميكانيكيا الكم تقليديا ميكانيكيا الكم لا تدعم حالات الطاقة السالبة في نظرية المجال الكمي يتم التخلص من حالات الطاقة السالبة التي يمكن أن تنتج عن عمليات عكاس المكان والزمان عن طريق الاختيار المخصص لهذه العوامل وهو مشروح بالتفصيل في كتاب ستيبن وينبرغ نظرية الكم في المجالات ابتداء من الصفحة 74 سمدت هذه الاختيارات حتى عام 2011 ولكن ابتداء من ذلك التاريخ اعتبر المجتمع العلمي أن تسارع توسع الكون حقيقة ثابتة ونال على عثر ذلك كل من برد الميتر ريس وشميتس جائزة نوبل للفيزياء ولكن سبب هذا التسارع هو ضغط سالب ناتج عن مجموع حالات الطاقة السالبة ومن جديد بنيت دراسة هذه الحالات على حقائق مرئية في سنة 2018 نشرت عالمة الرياضيات البلجيكية نطاري ديبرغ في ميدان الاتصالات communication في المرجع مزلة الفيزياء the journal of physics مقالا يوضح أن هذه الحالات الراجعة طبيعيا إلى معادلة ديرك ومجهزة بعمل انقلاب زمني خطي ووحدوي غير مضادة للخطية أو مضادة للوحدة في عام 2019 نشر الفيزيائي النظري الكندي بنوا غاي مقالا تانيا يدعم نفس الفكرة تفتح هذه المقالات مجالا ثريا من البحث في مجال ميكانيكيا الكم قد تؤدي إلى تقنية للانقلاب الكتلي بعد أن قدمنا في هذا العرض الطويل السمات الرئيسية للنموذج الكوني جانوس سنرخص الآن مكتسباته أولا يوضح النموذج الأهمية الأساسية التي تلعبها جزيئات الكتلة والطاقة السالبة في الدينامية الكونية ثانيا يتطلب تقديمها تغييرا عميقا في النموذج الهندسي عن طريق استبدال معادلة إنشتاين الكلاسيكية بنظام معادلتين ميدانيتين مقترنتين ثالثا يتيح هذا النظام التحرر من تأثير الهرب بعيدا رانوي رابعا يوافق هذا النموذج جميع البيانات التجريبية النسبية المحلية وهي تقدم حديد الزئبق وانحراف الأشعة الضوئية بتأثير الكتل خامسا النموذج يفسر تسارع التوسع الكوني بشكل محكم سادسا يوافق النموذج أيضا البنية الفراغية الواسعة النطاق للكون سابعا يشرح طبيعة ظاهرة المبيد العظيم غريت سريبلر التي تم اكتشافها عام 2017 ثامنا يفسر آثار عدسة الجاذبية تاسعا يشرح بنية المادة في المدنبات والمجموعات عاشرا إنه يقدم سيناريو جديد لولادة المجرات 11 يفسر حصر المجرات 12 يفسر الشكل المسطح لمنحينات الدوران 13 يجد تفسيرا لضعف المدى في المجرات البعيدة ذات الانزياح الأحمر القوي 14 يفسر السرعات العالية للمجرات في عناقيد المجرات 15 يفسر أيضا ظاهر السراب الجاذبي 16 يقدم شرحا لتركيب المجرات اللولبية 17 يشرح التجانس الكبير للكون الأولي من خلال تقديم تصور جديد في نظام ذي ثوابثة متغيرة 18 يعطي تفسيرا بديلا للتقلبات الملاحظة في الخلفية الكونية 18 كبصمة لتقلبات العالم السالب ناتجة عن عدم استقرار الجاذبي في هذا الوسط على العالم الموجب 18 يستخدص النموذج من خلال تحليل هذه التقلبات 19 نسبة عوامل المقياس لشقي الكون 20 يشير إلى إمكانية القيام برحالات إلى أنظمة النجوم الأخرى عن طريق استعارة جيوديسيا الجانب السالب مع تقصير زمن الرحالات ألف مرة 21 يقدم سيناريو توضيحي لغياب ملاحظة مضاد المادة الأولية ويدعم أفكار الروسي أندريسا خارعوف 22 إن الزواجية المادة المضادة موجودة في عالم الكتل السالبة وتقضون إلى وجود مادتين مضادتين إحدا هما السيتا ماتوريا ذات كتلة موجبة والأخرى بيتا ماتوريا ذات كتلة سالبة 23 يحدد النموذج بشكل كامل هوية المكونات غير المرئية للكون مضادات البروتونات ومضادات النوترونات ومضادات الإلكترونات ذات الكتلة السالبة 27 مضاد المادة هذا ذات الكتلة السالبة يبط فوطونات ذات طاقة سالبة تنتقل على جيوديسيا الشق الثاني من الكون أي على مجموعات من المسارات المنفصلة عن الكتل الموجبة وهذا يفسر خفاء هذه الهياكل 26 يتوقع النموذج أنه في تجارب ألفا والجبار ستتصرف المادة المضادة في مجال الجاذبية الأرضية مثل المادة العادية 26 يلمح نموذجانيس إلى الحاجة إلى تدمين حالات الطاقة السالبة في ميكانيكيا الكم ونظرية المجال الكمي 29 يسمح بإلغاء إشكالية ما قبل الانفجار العظيم 28 يقترح تعريفا جديدا لزمن علم الكونيات في المرحلة البدائية من الكون 29 يصف محتويات وبنية كون الكتل السالبة 30 يؤكد خلوه من الحياة 31 رغم وجود تفسير مقترح يشرح تباطئ من جسات الفضاء بيونير 10 وبيونير 11 فإن النموذج يقدم تفسيرا بديلا لهذا التباطئ الذي يوحي بتدرج كمية صغيرة جدا من الكتلة السالبة المحيطة بالنظام الشمسي يمكن لمستخدمي الانترنت الفرانكوفونيين والذين يرغبون في معرفة المزيد الاطلاع على مقاطع الفيديو الثلاثين من سلسلة جانوس وذلك من خلال الروابط الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقعي وأذكر بأن هذه العناوين مزودة بترجمات باللغة الإنجليزية ابتداء من فيديو جانوس 13 أخيرا سأطرح السؤال التالي لماذا وبالرغم من النتائج العديدة التي وصلنا إليها يبقى دعم العلماء لهذا النموذج محدودا جدا يمكننا تقديم العديد من التفسيرات هذا النموذج يبطل ويعارض مجموعة مهمة من الأعمال والتي كانت بدايتها هي فردية وجود مادة مظلمة ذات كتلة موجبة وقوة نافرة للفراغ ثم حقل الأنفلاطونات إنه يمثل نموذجا مختلفا بشكل عميق مع تداعيات كبيرة في علم الكونيات والفيزياء الفلكية وفيزياء الجزيمات وفي الفيزياء بشكل عام في الحقيقة وفي المرات النادرة جدا التي عبر فيها علماء فرنسيون عن أرائهم حول نموذج جانيوس سواء في المقابلات أو مقاطع الفيديو أو في الكتب يتضح أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاضطراع بشكل كامل على النموذج ما يجعلهم يقولون في الغالب أشياء مغلوطة تدل على عدم فهمهم التام لقواعد هذا العمل وجهلهم بالنتائج المحصل عليها والتي نشرت في مراجع رفيعة المستوى هذا التصور الجديد للكون يفتح إمكانية الاتصال والقيام برحلات نحو أنظمة النجوم المجاورة في زمن معقول ومقبول وذلك إذا أمكننا امتلاك ثقنية عكس الكتلة التي ستجهز بها مركباتنا ومن المحتمل طبعا أن يثير ذلك رد فعل ممانع قوي في العديد من الأوساط بما في ذلك الوسط والمجتمع العلمي جميع التصور اليوم موسيقى موسيقى Il y a des physiciens qui prennent leurs pieds en latin, leurs méga quantiques leur donnent des tiques. Ils créent des particules comme d'autres font des bulles dans leur cycle de tronc à coups d'équations. Et les astronomes comme des majordomes, devant leurs lunettes se font des courbettes. Le ciel en trois tomes ou la chimie du carbone, dans leur univers, j'ai la tête à l'envers. Physique théorique et mathématique, le monde en formule, tant pis si t'es nul. Au bal des matheux, on s'ennuie un peu. Comment faire la fête avec la grosse tête ? Pour son prix Nobel, sa gloire éternelle. On passe des nuits blanches, on bosse le dimanche. Dans les séminaires, derrière des airs des bonheurs, tout le monde se prend pour Einstein. Hélas, les chercheurs font toujours un peu peur, avec leur laser, ils jouent à la guerre. Avec la chimie, ils font des tas de cochonneries, et la terre si belle, devient une poubelle. Au lieu de créer des tas de bonnes choses à manger, avec les noyaux, ils font les idiots. Si on les laisse faire, demain ce sera l'enfer, un enfer thermonuclé.